أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية نيبال الدموقراطية الفيدرالية على المستويات المختلفة وأهمية البناء عليها واستمرار تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة بما يحقق التطلعات المنشودة ويفتح مزيدا من الأفاق في مسار هذه العلاقات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد بادام سنداز سفير جمهورية نيبال الصديقة لدى المملكة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في المملكة حيث أثنى سموه على جهود سعادة السفير في تعزيز العلاقات البحرينية نيبالية معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المقبلة من جانبه أعرب سعادة السيد بادام سنداز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بدعم العالمية وعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية نيبال نحو مزيد من التعاون المشترك منوها بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين بما أسعب في تسهيل مهام عمله في المملكة